هذه معطيات تشير إلى عملية برية نحن يعني نعرف هذا الشيء وعايشي هو أول شيء على وفق المعطيات المتواجدة على الأرض حاليا يبدو أن هناك تحرك بري حتى وإن كان محدودا برأيك بعد هذا التحرك البري وأن استمر هل لربما ستتحرك جبهة القتال السورية واللبنانية بشكل رسمي؟ يعني يعني أيضا نحن أثناء بدنا نتكلم يبدو أنه هناك تصريح يعني على لأمير عبداللهيان وزير خارجية إيران يعني أعتقد لكن ما متأكد من التصريح تعرفين الآن الأخبار متشابكة في مثل هذه الظروف وخاصة خاصة يعني أيضا وصني بأنه ربما أنتم تعرفون قناة الجزيرة تنقل من داخل غزة وهذه توقف بها الاتصال فهي يستخدمون جهاز الثرية الشباب اللي خاضوا اللي عاشوا الثلاثة وما بعدها كنا نستخدم جهاز الثرية للاتصالات الخارجية لأنه مربوط بالأقمار الصناعية فلذلك بدأوا الآن يستخدمون جهاز الثرية يعني القنوات اللي عدتها تغطية من هذا يدل بأنه اتصالات الانترنية انتهت إذا ما يتم تصليحها فإذا هناك يعني هذه معطيات تشير إلى عملية برية نحن يعني نعرف هذا الشيء وعايشي هو أول شيء أمريكا تقوم به قطع الاتصالات اللاسلكية قطع الانترنية وهم بارعين في هذا الموضوع بالمناسبة هم أتذكر عندما أضرب مفاعل تموز النووي يعني مفاعل تموز الدري يعني أنا أتذكر كله زين حتى قطع البث عن تلفزيون العراق كان عندنا قناة وحدة تلفزيون العراق الأولى والثانية أنا أذكر جيدا قطع البث عن تلفزيون العراق فهم متقلمين في هذا الموضوع سيد سرمت في منتهى الخطورة يعني أن إسرائيل بالتعاون مع أمريكا بإمكاني أن تشوش حتى على قنوات فضائية خارج الحدود الفلسطينية أنا قلت لك هذه بالواحد وثمانين وكان عصرا وأنا بالواحد وثمانين يعني كنت أذكر بالكلية بصف أول أو ثاني كلية فأذكر تماما كان عصرا وقطع البث تماما لمدة عشر دقائق أو عشرين دقيقة بعدين تعرفين كانت بعدين عرفنا بأنه تم قصف مفاعل تموز بطائرات الـ F-15 بوكتر إسرائيلية بعدين يا الله عرفنا من راقصة دربيان يعني بهذا الموضوع يا الله عرفنا فأني يعني استغرابت يعني من ذاك الوقت هم يقطعون الاتصالات نعم لديهم القابلية على وهي مالتهم بالمناسبة يعني نحن هو الانترنت منه يعني مال منه والاتصالات الفضائية والقنوات كلها سحنة مين دنب يخو ما بلاش السيد سرمت كلها بفلوس ده ندفع في المقابل يعني لا لا قصدي أنه التقنية التقنية سيدتي التقنيات كلها هم عندهم هم هذا هذا الطوق المفروض علينا يعني سوى عن اقتصادنا موجود دولار عندهم أنا أتكلم عن العراق يعني نعم التقنيات هذه كلها مرتبطة حتى أجهزة الموبايل مالتنا كلها أمريكية فلذلك يعني من المتوقع عن كل شي يعملون في هذا الموضوع هو هذا هذه يراد وحدها قصة كبيرة يعني من أجل أن يشوف التخلف اللي احنا ما اهتمينا بالعلم وما اهتمينا بتطوير هاي الأمور لذلك إذا تكلمنا عسكريا أنا أقول لك حماس ترهن على ما موجود من أسرة وهذا أفضل الحلول الآن بالوقت الحاضر على الرغم من أيضا هناك نسب عندما نعود إلى التاريخ نرى أنه إسرائيل جمعت مواطنيها عن طريق قتلهم بالبلدان يعني في مصر وغير مصر هم كانوا يفجرون على اليهود من أجل أن يشعروا بأنه هذه الأماكن خطرة فيذهبوا إلى فلسطين فلذلك هذه ما يعني عادي جدا أنه يضحون بهذه الأعداد من أجل غاية معينة هو اللي هي الغاية بتحطيم غزة الغاية أنه إخفاء شيء اسمه غزة من الوجود وهذا طبعا صعب جدا عليهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر